بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام جعلنا الله وإياكم من زائريه وشيعتي في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام في زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام ووصل الكلام إلى هذه الفقرة بعد أن شهد الإمام الصادق عليه السلام لأبي الفضل العباس عليه السلام بهذه الخصال الأربعة حيث قال له أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة جاء الإمام الصادق عليه السلام وبيّن أن هذه الصفات وهذه الخصال لمن كانت كانت لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل كان أبي الفضل العباس عليه السلام مسلما ومصدقا ووفيا وأيضا كان مناصحا لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل ويقصد به الإمام الحسين عليه السلام لماذا الإمام الصادق عليه السلام استخدم كلمة الخلف؟ الخلف في اللغة تأتي بمعاني ثلاثة المعنى الأول يأتي بمعنى الولد الصالح وهو بخلاف كلمة الخلف الخلف يقصد به الولد الطالح أو الفاسد بينما الخلف يراد به الولد الصالح فالإمام الصادق عليه السلام بيّن وأعطى صفة للإمام الحسين عليه السلام بأنه كان ولدا صالحا للنبي صلى الله عليه وآله وهو خير ولد للنبي صلى الله عليه وآله هو ريحانته وهو سيد شباب أهل الجنة وهو إمام إن قام وإن قعد في حديث النبي صلى الله عليه وآله فبالفضل العباء السلام الله عليه كان خلفا وكان مناصحا ووفيا ومسلما ومصدقا لهذا الولد الصالح للنبي صلى الله عليه وآله كذلك يأتي الخلف بمعنى آخر وهو بمعنى الخليفة أي هو كل من يخلف غيره وهذا ما تواترت عليه الروايات المباركة بأن الإمام الحسين عليه السلام وأن أولاد الإمام الحسين سلام الله عليهم كانوا خلفاء للنبي صلى الله عليه وآله الأحاديث في ذلك كثيرة ومتواترة في كتب الفريقين وهذا من الأمور المجمع والمتفق عليها بين جميع المسلمين بأن أهل البيت سلام الله عليهم هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وأنه ترك بعده إثني عشر خليفة هذه الرواية التي سأذكرها فيها فائدة وفيها أيضا دلالة على ما ذكرناه من أن الأئمة الطاهرين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية مروية عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد ابن علي بن موسى يقصد الإمام الهادي سلام الله عليه فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا بعد أن دخل عليه رحب به الإمام الهادي عليه السلام وأشار إليه بأنه أنت ولينا حقا وهذا يدل على عظيم مكانته ومنزلته عند أهل البيت سلام الله عليه وهذا الرجل هو متفون في طهران في شهر ري وهو قبره ومرقده مزار لجميع المؤمنين فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل أراد أن يبين له عقيدته التي سيسأل عنها في قبره ويسأل عنها في يوم القيامة وأراد من الإمام الهادي سلام الله عليه أن يصحح له إذا كان فيها خطأ أو إذا كان فيها نقص لكي يطمئن ولكي يضمن بأن عقيدته وأن دينه صحيح فقال هات يا أبا القاسم يعني أعرض علي دينك فقلت إني أقول أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه وإنه ليس بجسم هذه كما ذكرت لكم سادة المشاهدين أنقلها للفائدة كل شخص من الممكن أن يدين بهذا الدين الذي ارتضاه الإمام الهادي سلام الله عليه لهذا الشخص وهو عبد العظيم الحسني وإنه يعني الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وخالقه وجاعله ومحدثه وإن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة وأن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة وأقول لاحظوا هنا موضوع الشاهد وأقول إن الإمام والخليفة لاحظوا الإشارة إلى كلمة الخليفة يعني من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم أنت يا مولاي هذه الحادثة كانت في زمن الإمام الهادي عليه السلام فتوقف عند الإمام الهادي لأنه كان هو الإمام المفترض الطاعة فقال علي عليه السلام يعني علي الهادي ومن بعده الحسن ابني يعني الحسن العسكري فكيف للناس بالخلف من بعده يعني بعد الإمام الحسن العسكري قال فقلت وكيف ذاك يا مولاي قال لأنه لا يرى شخصه يشير إلى زمن الغيبة ولا يحل ذكره باسمه يعني لا يمكن أن تذكر اسمه الصريح الذي هو اسم رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخرج فيملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا قال فقلت أقررت والرواية طويلة أنا اقتصرت فقط على موضع الشاهد فهذه هي الولاية الحقة وهذا هو الدين الحق وإلى تتمة الرواية ومن شاء فيرجع إلى نص الرواية في كتب الحديث فإذن الإمام الصادق عليه السلام أشار لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل وهي إشارة بأن أبو الفضل العبا سلام الله عليه كان مسلما ومصدقا ووفيا وناصحا لمن لم يقل الإمام الصادق عليه السلام لم يشر إلى رابطة الأخوة بينه وبين الإمام الحسين بل أشار بأن هذا الشخص كان يحمل هذه الصفات ويحمل هذه التضحية ويحمل هذا التسليم لخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تدفعه هذه الرابطة رابطة الأخوة لكي يدافع عن الإمام الحسين عليه السلام بل دفعه رابطة الولاء رابطة الإمامة رابطة هذا الدين وهذه العقيدة دفعت أبو الفضل العباش عليه السلام لكي يحمل هذه الصفات ويكون مسلما ومصدقا لخليفة النبي صلى الله عليه وآله كذلك المعنى الآخر للخلف هو كل شخص يقوم مقام شخص آخر هو أيضا يدعى بالخلف وهناك أيضا روايات عديدة نصت وأشارت إلى أن الإمام الحسين عليه السلام كان يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله بعد شهادته بل كان يقوم مقام الخمس أصحاب الكساء هو كان يقوم مقامهم هذه الرواية وردت عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله كيف صار يوم عاشراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليه السلام واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام سأل هذا الشخص من الإمام الصادق عليه السلام بأنه يبنى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما استشهد وأمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها والإمام الحسن مع أنهم كانوا أفضل من الإمام الحسين عليه السلام وهذا ما وردت في الروايات الشريفة بأن درجتهم ومقامهم أفضل من الإمام الحسين ولكنه عندما قتلوا وعندما استشهدوا لم يحصل هذا الغم وهذا الجزع وهذا البكاء في يوم مقتلهم في يوم شهادتهم بخلاف يوم مقتل الحسين عليه السلام هناك جزع وهناك حزن وهناك شعائر خاصة لإمام الحسين عليه السلام هناك حزن لا نظير له لسيد الشهداء عليه السلام في يوم مقتله لا نجدها في أيام مقتل باقي أهل البيت سلام الله عليهم لماذا يا ابن رسول الله هذا الأمر نجده مختلفا عند الإمام الحسين سلام الله عليه فقال إن يوم الحسين عليه السلام أعظم مصيبة من سائر الأيام وذلك يعلل الإمام الصارق عسان لماذا يوم الحسين أعظم أيام المصاب لأهل البيت سلام الله عليهم وذلك أن أصحاب الكساء الذي كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة هؤلاء أفضل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى أصحاب الكساء الخمسة فلما مضى النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فكان فيهم للناس عزاء وسلوة كما أنه في يوم الحاضر عندما يموت رب الأسرة أو عندما يموت الوالد يكون لأولاده وفي أولاده عزاء وسلوة للناس الناس يتسلون بهم خاصة إذا كان هذا الفقيد مرجع تقليد أو عالم أو إنسان له حرمة يكون دائما في أولاده في أبنائه يكون عزاء وسلوة للأشخاص الذين فقدوا هذا الشخص فبعد فقد النبي صلى الله عليه وآله كان العزاء والسلوة بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فلما مضى منهم أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين عليهم السلام عزاء وسلوة فلما مضى الحسن عليه السلام لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة يعني لم يكن هناك شخص بعد مقتل الحسين عليه السلام أو بعد مقتل الحسن إلا في الإمام الحسين تجسد العزاء والسلوة فكان ذهابه يعني ذهاب الحسين عليه السلام كذهاب جميعهم الناس عندما فقدوا الإمام الحسين عليه السلام كأنما فقدوا جميع أصحاب الكساء هو كان البقية المتبقية من أصحاب الكساء فعندما فقد أو عندما فقد الإمام الحسين وعندما قتله كأن الناس فقدوا جميع أصحاب الكساء لم يكن أحد منهم بقي كما كان بقاؤه يعني بقاء الإمام الحسين عليه السلام كبقاء جميعهم كأنه كان يمثل جميع أصحاب الكساء فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة فلاحظوا بأنه الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى هذه الحقيقة بأن الإمام الحسين عليه السلام كان خلفا للنبي صلى الله عليه وآله وكان يقوم مقام أهل البيت سلام الله عليهم جعلنا الله وإياكم من العارفين بحرمة الإمام الحسين عليه السلام وبأخيه أبو الفضل العباس ومن الفائزين بشفاعة ما في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين وطاهرين ترجمة نانسي قنقر